كان أنطون فإن تاجر القماش الهولندي أول شخص يرى البكتيرية سنة 1660 وكان يستخدم العدسات المكبرة حتى يستطيع فحص نسيج القماش بسهولة أكبر وتحقيق التكبير حتى 500 مرات واستخدام أيضا أفضل عدسة له للنظر في عينة من مياه البركة ورأى أشياء حية صغيرة وأرسل أنطون فإن تقريرا عن مشاهدته العمق البكتيرية وتحالب إلى الجمعية الملكية في لندن في أواخر 1670 ويقدر علماء الميكروبولج أن ما بين 95% و 99% من البكتيريا الموجودة على كوكب الأرض غير معروفة جيدا ويتوقعون اكتشاف المزيد منها عبر السنين البكتيريا كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية منها المكورات والعصيات والحلزوني وهي تتجمع مع بعضها وتأخذ أشكالا متعددة مثل العقدة تتراوح أبعاد البيكتيريا بين 0.5 إلى 5 ميكرون تري مع أن التنوع الواسع على البيكتيريا يمكن أن يظهر تعدد أشكال كبير جدا تدرس البيكتيريا فيما يدعى علم البكتيريا الذي يعتبر فرعا من فروع علم الأحياء الدقيقة كانت البكتيريا من أولى أشكال الحياة التي ظهرت على سطح الأرض وهي موجودة في معظم الناس على هذا الكوكب كما تستوطن التربة والماء وينابع المياه الحارة الحمضية والكبرتية والمخلفات الإشعاعي والأجزاء العميقة من القشرة الأرضية وتعيش البكتيريا في النباتات والحيوانات عندما رأى العالم أنتني فإن البكتيريا لأول مره قام برسم العديد من الرسومات التفصيلية التي لا تزال موجودة حتى اليوم ورأى أيضا بعض النباتات والحيوانات وحيدة الخلية ورأى أيضا بعض من أكبر أنواع البكتيريا وعلى مدى قرنين من الزمان تقريبا اكتشف أنتني فإن وجود البكتيريا لأول مرة في عام 1676 ميلادي وذلك باستخدام مجهر أحادي العين من تصميمه الخاصة وأسماها بالحيوانات المجهرية وقام بنشر ملاحظاته عنها في مجموعة من الرسائل موجهة إلى الجمعية الملكية وتم إطلاق مسمى بكتيريا على الحيوانات المجهرية من قبل كيريستيان جوتفريد أرنيرغ لاحقا في عام 1828 ميلادي ثم برهن العالم لويس باستور في عام 1859 ميلادي أن عملية التخمير تحدث بسبب نمو الكائنات الحية الدقيقة وأن هذا النمو ليس بسبب التكاثر الذاتي الخمائر والعفن المرتبطين بعملية التخمير يصنفان كفطريات وليست من البكتيريا إلى جانب نظيره روبرت كاويتش كان باستور من أوائر المؤيدين لنظرية الجراثيم المسببة للأمراض هل تعلم أن هناك أنواع نافعة من البكتيريا ولها العديد من الفوائد الصحية؟ سنتعرف عليها والأهم فوائدها هي أحد أنواع البكتيريا التي تتواجد بشكل كبير داخل الجهاز الهضمي وتعرف بأسنبات الأمعاء وظيفتها الرئيسية تسهيل عملية الهضم وحماية الإنسان من الإصابة بكثير من الأمراض التي تنشأ عن طريق تكاثر البكتيريا الضارد أو قلة البكتيريا النافعة تعيش هذه الكائنات في عدة أماكن من الجسم حيث تنمو على سطح الجلد أو داخل الجسم مثل الأنف والثم والجهاز البولي والأمعاء وتعد البكتيريا أكبر المجموعات الموجودة داخل الأمعاء تحتوى الأمعاء على أكثر من تريديون نوع من البكتيريا المختلفة منها الضار والنافع والتوازن الصحيح بين هذين النوعين له تأثير إيجابي على صحة الإنسان تساعد في عملية التمثيل الغذائي وبالتالي تساهم في حرق الدهون في الدم وبالتالي إنقاص الوزنا تمنع انتشار ونمو الفطريات في الرحم والفم وفي الأمعاء الدقيقة تعمل على دعم عمل الكبيد من خلال التخلص من الفضلات وطرد السموم من الجسم تحفز الجهاز المناعي من خلال زيادة عدد الخلاء المناعية بالجسم تحسن من صحة الجهاز الهضمي والتخلص من الحيمود المزعجة وعسر الهضم وتجدر الإشارة إلى أن هذا المزيج الفريد من البكتيريا الموجودة داخل كل إنسان يتكون من ألف نوع على الأقل ويحتوي على أكثر من ثلاثة ملايين جين وراثي وفي الواقع يحصل الإنسان على هذه النمو البكتيري النافع بعد الولادة من الأم والرضاعة الطبيعية والبيئة المحيطة به بالإضافة إلى النظام الغذائي وأسلوب الحياة الذي يمارسه الفرد ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية و لا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا